الله سبحانه وتعالى يدبر أمرك عشان كده لازم نتقن التعاون مع التغيرات في حياتنا فإتقان العيش إتقان التعاون مع التغيرات بالعيش في التحولات ده فن فن ليه ثلاث أضلاع الضلع الأولاني أن أنت ترى نعمة الله في كل تغيرك الضلع الثاني تفرح بنعمة الله في كل تغير الضلع الثالث تستثمر النعمة في كل تغير إيه ده؟ دي حاجة مهمة قوي طب فيه أشياء تساعدني على ده؟ آه هقولك شوية حاجات تساعدك على ده أول حاجة ممكن ده يساعدك على أنك أنت تعيش أن كل تغير ده باب من أبواب فتح الله وكرم الله ونعمة الله أول حاجة درب نفسك كل يوم على أنك أنت تكون وإنت بتستقبل التغيرات في يومك إيه اللي حاصل؟ دخل أشياء جديدة في حياتك كل يوم زي أن أنت تعلم لغة جديدة أن أنت تعلم أنك تجرب حاجة جديدة أنك تجرب فكرة جديدة أنك تجرب حاجات جديدة جدا جدا في حياتك ده كل شيء مهم تاني حاجة لما الله سبحانه وتعالى يغير عليك حال وحاسس أنه هو حال شدة درب نفسك أنك أنت تشوف نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى في التغير ده زي مثلا لو أنك أنت يا ربنا سبحانه وتعالى غير عليك فالدنيا دقت عليك شوية تشوف نعمة ربنا النواء إيه؟ بيمدك أن أنت ما تكسرتش وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيجبر خطرك وعشان كده لو حد طلع طلع على المعاش مثلا أو حد طلع عليك كلمة مش لطيفة فيعلمك أنك أنت تسبت على المبدأ طب لو حد طلع على المعاش ما هو برضو يبقى حاله طيق صعب فبيبدأ يشوف النعمة أنه هو ممكن يكون ليه فرص تانية أنه هو يقضي وقت أطول ويسعد بتفاصيل العايش مع أهله فتخير نظرتك للحدث ده تالت حاجة ادعي الله سبحانه وتعالى عند تغيير كل حال اللهم يا من تفردته بملكك لحالي اسرف عني اغتراري بأوهامي وفك أسري من أوحالي واخذ بيدي في سيدي وحياتي لأعيش بأنوار مددك لأعيش بأنوار مددك لي في كل أحوالي لما تعمل ده وتمشي بالخطوات دي هيسهل عليك أبداً هيسهل عليك طول الوقت أن أنت تعامل تبقى عندك قدرة ومهارة التعامل مع فن التحولات التحولات دي ربنا سبحانه وتعالى جاي عشان يحول دايماً نظرك من الانشغال بما سوى لكي أنت تنشغل بمولاك تنشغل بمولاك وانت عايش تنشغل بمولاك وانت بتتحرك يا رب الهمنا رجدنا لكي نسير إليك في كل تفصيل من تفاصيل حياتنا وأكرمنا ولا تهننا وكلنا حيث كنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين